هل القوى السياسية مختلفة متقاطعة مع بعضها البعض بسبب مصالح الآن وامتيازات تفقدها أم أنها تريد أن تفرض إرادة الشارع؟ من هو الآن من القوى السياسية مع إرادة الشارع؟ ومن هي القوى التي ما زالت متمسكة حتى هذه اللحظة بأن تبقي على امتيازاتها؟ كل القوى السياسية تريد امتيازاتها لكن بنسبة متفاوتة هناك من يحاول أن يعطي القليل للشارع والغالبية العظمى لا تريد أن تلبي أي طلب للشارع العراقي وهنا نلب المشكلة والدليل كما توقعت سابقا يمكن حضرتك أيضا توقعنا كل يتنب ببداية العملية السياسية كانت ثلاثة بيوتات شعية وسنية وكردية وأحدهم يضرب الآخر قلنا هاي بيوتات لح تتفكك ولح تشهد صراعات فيه داخل كل بيت شوف البيت اليوم الشعي ما عنده كتل أكثر من 54 البيت السني ليس بأحسن حال ولا البيت الكردي وصل هذا المرحلة إلى حد الضرب تحت الحزام وبالتالي البحث عن المصالح لا سماع لآراء الشارع يعني اليوم شكوا بيها إذا كتلة سياسية تطلع وتلبي مطالب الناس وهي الكتلة السياسية تقول يا أبو أنا مرشح هاي الشخصية الاقتصادية المستقلة لأن العراق يحتاج إلى رجل اقتصاد في المرحلة القادمة وخلنا نجربها مجربنا كل الأحزاب والكتل معقولة الكتلة السياسية ما عادة شخصية تقدر تقنع بها الشارع العراقي غير متحزبة المشكلة الشارع لا يتقبل مرشحا ترشحه للكتلة السياسية هل من مقاربات في هذا الموضوع؟ لا أنا أعتقد إذا كان هناك شخصية يتفق عليها والشارع يرضى بها مستقلة ما كضر بالأمر وأنا أعتقد الشارع يقبل وأنا أيضا كان عندي مقترح سابق قدمته حتى إلى الرئاسات في زمن السيد عادل عبد المهدي الشارع ما يقبل ماكو ثقة بينه وبين الحكومات المتعاقبة لأنه صارت أزمة ثقة بكل تظاهرات يوعدهم قلت لي يذهب رئيس الوزراء إلى البرلمان يلقي خطاب ما له وما عليه من الموقف موضوع الفساد من القوانين التي لم تشرع وين الإشكالية ويتكلم رئيس البرلمان بنفس الخطاب بعدين ينطون خطة إصلاح لثلاثة أشهر بتوقيتات شهر شهرين ثلاثة مع خطة ثانية بستة أشهر على اعتبار لوجستيا من يقدر نسوي انتخابات سريعة ستة أشهر مع وجود الضامن هنا نحط الخط تحت الضامن المرجعية والأمم المتحدة الشارع سيقبل بالأمر لكن ماكو أذان صاغية وماحد يريد يستمع يعني خلي آني أيضا أخلي بياك خطة حمر تحت كلمة الضامن وأنت طلبت أن تكون الضامن هي المرجعية تضمن من قصدك رئيس الوزراء القادم لا 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 تضمن المرجعية والأمم المتحدة خطط الإصلاح القادمة هاي النقطة المرجعية لا تسند أحدا ترجمة نانسي قنقر